اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحة واحسن حل حلقة النهاردة هي حلقة مهمة جدا لاني هكلمكم فيها عن زيادة الوزن في فصل الشتة زي ما انتو عارفين طبعا انه فصل الشتة ده بيبقى من اصعب الفصول في البرد بتاعه فاحنا طول الوقت بمتدور على مثلا اكل ناكله مشروبات دفينة عاديين كسلانين في مكاننا وطبعا متطمنين ان احنا بنلبس بقى جواكد تقيلة وحاجات فمش هيبان اي تخنة ولا اي حاجة لكن بنتفاجئ ان احنا واحنا طرعين للشتة ودخلين للصيف ان وزننا زاد بشكل كبير ونحاول بسرعة ندور على الضايت الفلاني والرياضة الفلانية ومجهود كبير جدا علشان نحاول نرجع تاني زي ما كنا فحلقة النهاردة انا هختصر عليكم المشوار ده كله باني هدلكم 10 نصايح مهمة جدا لو اتبعتوها خلال فصل الشتة مش هتزيدوا في الوزن وكمان هتخسوا مش اقل من 10 كيلو وحتدخلوا على فصل الصيف وانتوا كده بكامل ثقاتكم في نفسكم خليكم معايا وسجلوا لانا هتكون حلقة مهمة جدا قبل اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وفعلوا علامة الجرس عشان توصل لكم كل الفيديو زي اللي انا هبعملها اول باول لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سبهولي وانا هجاوبكم عليه قبل العشرة نصايح اول حاجة هنعملها اول ما نسح الصبحة ان احنا هنشرب مشروب القرفة بالعسل اول حاجة المشروب ده بيدفي جدا تاني حاجة هو بيعلي معدل الحرق على مدار اليوم اللي ما شافش المشروب ده اتكلمت عنه في حلقة بالتفصيل هتطلع لكم في الدايب اللي فوق ادخلوا على الفيديو وشوفوا وتعملوا ازاي المشروب ده وهنستخدمه مرتين اول ما نسح الصبح وقبل ما ننام اول نصيحة مهمة جدا وهي الحركة معروف انه الشتاء عند البعض هو عدو الحركة يعني احنا في الشتاء مش بنتحرك تماما بنبقى بردانين متغطيب بقى بالجواكت والبطاطين ونتحركش خلص في حين ان احنا لو تحركنا هنكسب حاجتين مهمين جدا اول حاجة انه الجسم هيبقى مش بردان هيبقى الجسم يعني متدفي تاني حاجة ان احنا هنحرق سعرات حرارية فيعتبر دي حاجات مهمة جدا وانا هنا مش بتكلم على الرياضات العنيفة او الرياضات الكارديو انا بتكلم على حاجة بسيطة جدا زي ان انت مثلا ممكن تمشي او ممكن تطلع وتنزل السلالم وكمان حتى في فيديوهات يعني عبارة عن مدرب يمشي وتقدر تمشي قدامه من ربع لنص ساعة في اليوم فدي فيديوهات مهمة جدا تاني نصيحة مهمة جدا وهي بخصوص الاسناكس اول واجبات كده اللي بتاخدها مش واجبة الاساسية اللي بتروح كده تاكلها وانت بردان طبعا بيلاقي ان احنا بناخد واجبات كتير مسكرة ونقول اصل احنا بردانين ودي حتدفي الحقيقة ان احنا ممكن لسناكس ناخد حاجات صحية جدا اول حاجة هي بتشبع تاني حاجة انها مفيدة جدا للجسم تالت حاجة انها مش بتزود الوزن وبتدي سعرات صحية جدا جدا للجسم ممكن تاخد برتقان او زبادي او بيت او تونة او صلطة خضروات اي حاجة من الحاجات دي هو سناك محترم جدا سعرات صحية مفيدة جدا مش هيتخن وفي نفس الوقت ان انت هتاخد حاجة صحية وحتلاقي نفسك ان انت شبعت والحاجات دي كلها بتملل بط فتعتبر من افضل الحاجات اللي ممكن تاخدها وانت جعان تالت نقطة مهمة جدا وهي نقطة المشروبات زي ما انتوا عارفين الشتاء مع البرد بنتطر ان احنا نشرب فيه حاجات كتير فمثلا ممكن ناس تشرب هوت شوكلت او سحلب او مثلا نس كافيه او كابتشينو وبنشرب كذا مرة في اليوم مش مرة واحدة وطبعا بنحط من ملعقتين لتلات ملاعق سكر في الكوباية الواحدة فالكوباية بتعملها بتاع 400-500 سعر حراري واضرب في عدد كوبايات اللي في اليوم يبقى انت كده قبل ما تاكل انت كده خدت كمية سعرات رهيبة مهمة اوي ان احنا اولا اول حاجة نقطع السكر نهائيا نهائيا السكر بيعطى للحرق ووحش جدا فممكن نستبدله بحاجات تانية زي مثلا سكر دايت يكون نوع انت مثلا بتحبه او بتستخدمه او عسل النحل عسل النحل مسموح مثلا بملعقتين للتلات ملاعق في اليوم بحد اخصى وفيه مشروبات صحية ممكن تشربها تدفيك وفي نفس الوقت ما تبقاش زودت وزنك زي مثلا القهوة او القرفة او الشاي الاخضر او ممكن مثلا شربة تكون عاملها بس الشاي للوش بتاعها كل الحاجات دي مشروبات جميلة جدا وصحية جدا وفي نفس الوقت مش هتكسب الجسم اي سعرات رابع نصيحة مهمة جدا وهي ان انت لازم قبل اخر وجبة اخدتها لغاية لما تنام يكون على الاقل فيه فاصل خمس ساعات دا بيساعد الجسم على انه كده زي بيدخل في حالة سيام صغيرة فبالتالي بيقدر يحرق سعرات الوجبة الاخيرة وتبدأ تنام وانت معدتك مرتاحة مش معدتك كده وجعاك او تعباك وتبدأ تنام من غير ما تقطع نومك او تدخل الحمام كتير فاهم حاجة ان انت تفصل بين اخر وجبة وبين النوم فيما لا يقل عن اربع او خمس ساعات خامس نصيحة وهي عن شرب الميا انا هنا مش بتكلم عن شرب الميا العادية انا هنا بتكلم عن شرب ميا ساعة ايدي يا دكتورا هو فيه حاجة اسمها اني في الشتاء اشرب ميا ساعة الحقيقة فعلا فيه دراسات كتير اثبتت انه الميا لما بتدخل الجسم وهي ساعة فالجسم بيبزل طاقة ومجهود كبير علشان يحول الميا لدرجة الحرارة بتاعت الجسم بتاعته وبالتالي بيبدأ يحرق سعرات فتحاول لما تيجي تشرب ميا لازم تشرب ميا ساعة وزي ما قلنا فيما يعادل لترين في اليوم اللي هو 8 كبيات فمهم جدا جدا انك تطبق النصيحة دي سادس نقطة بقى مهمة جدا وهي النوم معروف جدا انه النوم مهم لكن النهاردة هقولكم على حاجات مهمة جدا بخصوص النوم النوم اقل من سبع ساعات غلط جدا اقل حاجة لازم تنامها يعني من سبعة لأكتر طيب ليه لما بتنام اقل من سبع ساعات اللي بيحصل انه بيبقى فيه اطراف في النوم وبالهرمونات كلها بتتلخبط وبتزيد هرمونات الجوع وبالتالي بتبدأ تدور على الاطعيمة اللي هي سعراتها عالية علشان كده معظم الناس اللي بتصهر بتعاني من زيادة في الوزن فاهم حاجة ان انت تنام فترة طويلة لاني نوم ده بيساعد الجسم انه هو اصلا بيحرق الدون وانت نايم وفي نفس الوقت ان انت هتبعد عن اي يعني خطر ان انت تروح تاكل حاجات من الصحية فاهم حاجة ان انت تنام على الاقل من سبع لعشر ساعات في اليوم لو قدرت اما سابع نصيحة وهي بخصوص الكاربوهايدريت طبعا انا في الاول اعادت اقول لكم نبعد عن الاكل الغلط وكده بس طبعا الكاربوهايدريت ده عنصر مهم جدا والجسم بيحتاجه في الشتاء فمهم ان انا ما اقطعش الكاربوهايدريت لكن اخدها في شكلها الصحي وافضل انواع الكاربوهايدريت اللي ممكن تاخدها هي البطاطا البطاطا ممتازة جدا بتدي الجسم عناصر غذائية حلوة قوي وفي نفس الوقت تعتبر يعني متكاملة في حاجة كويسة جدا ممكن تاخدها كوجبة عشا تاخد من واحدة لاثنين او ممكن مثلا بعد التمرين بساعة او بساعتين تاخد برضو صمر البطاطا ده حلو جدا في نفس الوقت احنا ما حربناش الجسم من الكاربوهايدريت وفي نفس الوقت كده ان انت هتبقى جسم مش هيحس انه هو في حالة حرب وكل العناصر موجودة قدامه فده يساعد اكتر ان هو يحرق سعراته الحرارية بشكل اكبر النقطة التامنة وهي نقطة الخضروات الخضروات من اهم الحاجات الموجودة في اليوم واساسا انا هتلاقي من اعظم دكاترة التغذية بتقولك انه اهم حاجة في الوجبة الغداء طبق الصلطة لازم تركز على طبق الصلطة ممكن يعني النظام كله يشلوه بس يسيبو لك طبق الصلطة طبق الصلطة مهم جدا لانه اول حاجة بيديك عناصر غذائية حلوة جدا بيمد الجسم بالالياف بيزود الشبع في نفس الوقت تعتبر بيسهل حركة الامعاء ومش بس كده دعموا الدراسة على مجموعة من الاشخاص وجدوا ان الاشخاص اللي في خضروات في يومهم بيكلوا في اجمالي اليوم اقل ب400 سعر حراري من الاشخاص اللي مش بتدخل في وجباتها الخضروات فالخضروات مهمة جدا طبق الصلطة زي ما قلنا لو مش بتحب الصلطة حاول تدخل الخضروات في نص الاكل بتاعك كده اطاح حتة صغيرة المهم يعني لازم يكون فيه خضروات في الوجبة بتاعتك لانه ده هيبقى احسن جدا جدا خاصة في فصل الشتن تاسع نقطة وهي نقطة الابل الاخيرة وهي شرب المياه شرب المياه ده ممتاز جدا جدا قبل الاكل اول حاجة انه هو بيساعد انه زي ما قلنا انه احنا المعدة تبقى مليانة وبيخليك انك تاكل اقل في 2005 عمروا دراسة على مجموعة من الاشخاص وجدوا ان الاشخاص اللي بيشربوا مياه قبل الاكل بنص ساعة بيكلوا اقل 200 سعر حراري من الاشخاص اللي مش بتشرب مياه فمهم جدا انك قبل الاكل بنص ساعة يقيمة تشرب كوب بيتين من المياه لو مش عايز المياه ممكن تاخد طبق شربة تكون شاي للوش بتاعه او الشاي للدسم بتاعه وتاخده قبل المعاد الاكل بنص ساعة الشربة حلوة جدا او المياه انها اول حاجة هتزود الاحساس بالشبع وتاني حاجة هتقلل الاكل لداخل الجسم اخر نصيحة وهي نصيحة الميزان الميزان مهم جدا لان هو اللي بيكشف لك هل انت الاسبوع اللي فات عكيت ولا لا مش بقالك توزن نفسك كل يوم اوزنوا نفسكم كل اسبوع مرة في نفس المعاد الصبح توزن نفسك كده اول ما تصحى علشان تشوف انت الاسبوع اللي قابله عكيت ولا مشيت كويس وده برضو بيديلك دافع كل ما بتشوف الرقم اقل على الميزان بيخليك تتشجع انك تمشي بنفس الطريقة وكمان تزود يبقى كده لو مشينا على العشر نصيح المهمة جدا دي وفي نفس الوقت شربنا قرف الصبح وقبل ما نام ان شاء الله هننزل في الوزن بشكل كبير جدا زي ما قلت ممكن نوصل لعشرة كيلو في فصل الشتاء ومش بس كده هتلاقي ان انت نفسك صحي وانك كويس جدا وانك قابل تدخل للصيف بقلبي جامد اتناها تكون الحلقة عجبتكم وتكون استخدتم منها وارتقفتكم لو عجبتكم من الحلقة ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل حتة واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله باي باي